موسيقى العوز أقوله بكل بساطة وبكل أماني اتباع الرب يسوع المسيح يعني مش مجرد خرافي ولا مجرد يعني آه ما هو نبي من الأنبياء أو شخص يعني بيتكلم كويس وحياته كانت حلوة لا لا احنا بتكلم على شيء مهم جدا ومهم لإلك في هاي اللحظة هذا الكلام اللي احنا بنسمع اليوم هذا بحطنا تحت مسئولية وتحت طبعا محاسبة انه أنا لما بسمع بكون عندي مسئولية انه أعمل القرار الصحيح في حياتي ممكن تتعمل قرارات انك تجرب بعض المبادئ وبعض الأديان لكن العاوز أقولك في شخص المسيح ما فيش تساهل القرار اللي بتعمله ممكن يكون قرار حاسم فاصل وفي نفس الوقت قرار أبدي مهم جدا اللي بيتعلق في أبديتك والرب يسوع مثل ما شفنا في توازن في صفاته هو نعم المخلص هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم لكنه من ناحية أخرى هو الديان هو القدوس هو البار لا يحتمل لا يطيق الإثم يكره الخطية ولابد أن يحاسب لابد أن يجازي الخطية قالها أنا آتي سريعا وأجرتي معي أجازي كل واحد حسب عمله أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله فأنا بصلي فعلا أنه اليوم يكون قرارك أنك تؤمن بالرب يسوع الذي أحبك إن لم تؤمن لابد أن تواجه المسيح كديان في يوم من الأيام